عشرات القرون ونواعير حديثة غربي العراق تغرف من نهر الفرات لا تكل ولا تمل حتى طالتها يد التخريب فاندثرت العشرات منها وبقي القليل ولسنين الحرب التي مر بها العراق أثر كبير على تخريب هذا المعلم التراثي البالغ صرخات شعبية لتدارك هذه النواعير وإضافة حرفة صناعتها إلى لائحة التراث العالمي ليونسكو تحتفل مدن غرب العراق هيت وحديثة والبغدادي وراء وعانا قريبا إن شاء الله بنجاح التصويت على إضافة حرفة صناعة الناعور إلى لائحة التراث العالمي ليونسكو ونحن إذ نعمل جاهدين ونسابق الزمن لأجل إكمال هذا الجهد الحضاري والتاريخي والإعلامي الكبير نأمل صادقين أن تكون قبلة الزوار والسائحين إلى مدن عالي الفرات لأجل تنبه إلى جمالية هذه المنطقة وجمالية هذه المنشأة الإروائية التي اسمها النعور لائحة التراث العالمي لا تعطي النواعير حماية من أيدي المخربين والمهملين فصعوبة المرحلة تكمن في الحفاظ على هذه النواعير والاهتمام بها وإلا فلا فائدة من وضعها على لائحة التراث العالمي ومن ثم إهمالها نطلب من الحكومة بشكل عام الاهتمام والنظر إليه نظرة مختلفة عن السابق لأن بعد التصويت يقع العبء الأكبر للحكومة المحلية والحكومة المركزية في بغداد على الاهتمام بهذا العنصر بشكل أكبر من حيث المرفقات السياحية وكذلك العمل على تنشيط هذه الحرفة من خلال أقامة الورش الفنية الميدانية وغيرها وكذلك العمل على عدم التوقف الناعور من قبل الحكومة بشكل عام هذه الطبيعة شهدة على الأهمية السياحية لهذه المناطق لكنها تحتاج إلى تأهيل واهتمام لإعادتها إلى رونقه الطبيعي وإنقاذها من تداعيات الإهمال ستوجه الأنظار عند إضافة هذا العنصر إلى هذه المدن والتي تزخر بالطبيعة البكر التي تسر الناظرين ويستمتع بها الزوار لذلك نتمنى على جميع أصحاب العلاقة وذات الشأن أصحاب القرار من الحكومات المحلية في محافظة الأنبار بدعم البناء التحتية في هذه المدن لتكون بمستوى هذا الحدث وتبقى المناشدات للاهتمام بالمناطق السياحية في العراق مجرد طموح لا يجد من يلبيه في أروقة الحكومة ترجمة نانسي قنقر